اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية من الحاجات اللي بتوجع القلب جدا لما يجي مريض من كبار السن امهاتنا واخواتنا الكبار وابقنا ومعا ولاده او معا شباب صغير انا معرفش دول ولاده ولا مين ويبتدي انت مثلا هو عنده تآكل في الرجبة من الدرجة الرابعة اللي هو في السن ده تزحزح فقاري ومشاكل في العمود الفقر اللي هي بتاعت السن ده طيب لو هو ما عندوش في الحلول في الطب يعني اما يروح يعمل جراحة وربنا يتولى او نعمل له حقا وتردد حلالي الشباب اللي معاه بيبقوا او الناس اللي معاه بيبقوا ايه يعني مش عايزين يعملوا له حاجة للأسف فيقول لك يعني والحق انه التردد حيجيب نتيجة الله اعلم ما عرفش يعني لو عملنا له تسليك في القسطرة مش حيرجع بعد كده تقوله محتاج جراحة فبيصعب علي الاب او الام ده من تفكير انهم عايزين يخلاصوا للأسف ومش متحملين خالص يعني طب خلاص طب انا مش عارف اعمل ايه فبحس ان في مشكلة في الفلوس وده بيحصل في كل الطبقات على فكرة يعني ما تقوليش معلش الفقر معلش الناس بتجيب الفلوس بالعافية الكلام اللي الناس عمالة تلوكوا في فمها ليه النهار ده بيحصل مع الاغنية والفقرة وكل حاجة تمام هو مش عايزين يصرفوا عليه حاجة الا وهم ضمنين انها حتجيب نتيجة عشان ما يوجعش الدماغ للأسف فانت فانا اول ما بحس بموقف زي كده بحس ان الناس دي عدوانيين ما عندهمش اساسا خير في اهلهم ما عندهمش اي حاجة يعني مش عايز يحاول اي محاولة تمام عايز يمشي ورا حاجة مضمونة طب ما فيش حاجة مضمونة خلاص يبقى ما نعمللوش حاجة طيب اقوم انا عن نفس اقول له ايه طب انا مش عايز اتعاب يعني انا بحس ان المشكلة في الفلوس مش عايز اتعاب ليه والله لو هم فقراء يبقى يجوز عليهم ان انا اساعدهم مش عايز اتعاب لو هم غير فقراء يبقى انا بتقي شرهم لانه هم ناس اشرار سواء بقى معهم فلوس معهمش فلوس هم من النوع اللي بيروح له الدكتور مسكين سكينة على رقابته يا المريض يخف يا نتبحك يا نفضحك يا نعمل فيك ايه مصيبة يعني ففيه بلطجة كتير على كل المستوات اغنياء وفقراء متعلمين وجهلاء من صفوت المجتمع ناس انت تحس انهم رقيين وهم بنشوف في العيادات ما لعين رقض بصراحة طيب دي يعني بيصعب علينا الحاجة فبقوله طب انا متنازل عن اتعاب اللي يقولك يعني انت فاكرنا فقرة اللي طب انا اعمل ايه انا عايز ارحم الراجل الكبير او الستة الكبيرة عايز اتعاون معاه واحد تاني يقولك ايه لا لا خلاص احنا هنشوف ومش عارف ايه المهم ان هم يعني بنشوف الموقف ده كل يوم والواحد قلبه بيوجعوا الموقف الجديد بقى ده الجديد بقى واحد بعيدت لي رسالة يقول لي انا حماتي عندها خشونة من الدرجة الرابعة اه عايزين نعرف الحقن والتردد الحلاري حيجيب نتيجة ولا مش حيجيب نتيجة هي دي الرسالة قلت له الله اعلم فيه ناس بيجيب نتيجة وفيه ناس ما بيجيبش نتيجة قال لي ايو ما احنا عارفين يعني سمعين المحاضرات بتاعتك يعني هي حيجيب نتيجة ولا مش حيجيب نتيجة في الناس دي عشان لو حيجيب نتيجة نكشف يكشف من الاول خالص يعني فهم انا مش نعمل او ما نعملش لا يكشف لو انا حقوله ان هي حتطلع من الناس اللي حتخف ولو هي مش حجيب نتيجة يبقى ملوش لازمة مصاريف الكاشف ده بيفكر في مصاريف الكاشف مش بيفكر ان هو هيعمل لها حاجة تانية فدي جديدة بقى ان هو مش هيكشف اساسا على حماته او والدته الا لو عرف انها حتخف مش هو هيكشف ويشوف هي محتاجة ايه طبعا الفقراء ربنا يا رب يكون فعونهم ده العزر الوحيد لكن من هم دون ذلك ربنا بقى جزاؤهم على الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمته وبركاته